لكنني أتهم المنظومة بشكل عام السياسات التربوية المتراكمة داخل هذا البلد هو اللي أفرزت مثل هذه أنا لا أقول ظاهرة وإنما اليوم الموضوع استشرى الظاهرة تظهر وتغيب ولكن الموضوع اليوم أعتقد أنها استشرى وأصبح آفة يعني الدروس الخصية أعتقد أنها مسمى صحيحة لأنها اليوم هي أنها آفة لأنها أصبحت تتوازى مع المؤسسة التعليمية ولا رقابة للدولة عليه يعني كثير من الأهداف قد تضرب داخل هذه المؤسسات أو ما يسمى بالأماكن لدورات التقوية قد تشتغل عكس منظومة القيمة التي نشتغل عليها داخل المؤسسة التعليمية لأنها تشتغل بدون رقابة زي ما أسلفت نعم